السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأقترح لكم كيف نضيف الغاجو أرندي لجلبة او قميس او قميس او اي موديل امتلاقا من الكورساج او خرطة الدائرية او قطعة التي تتجيهنا كيف ستشاهدوها ان شاء الله هذه الخرطة اليوم سنضيفها ان شاء الله بلا نزيد الفازمو يعني لا نزيد الوسع فقط نزيد خرطة كشكل جمالي فقط لغير اول شيء هذه الخرطة اليوم سنضيفها من الجنب بمعنى انها ستكون هنا بدون خياطة يعني نضيفه من هذا الجزء هذا ديال الكتف اليوم ونضيفه حتى تحت من هنا ونضيفه حتى الافازي التحت نضيفه حتى الافازي اللقطع ونضيفه حتى الافازي ونضيفه حتى الافازي نضع الحزام نضع أعدادنا ونضع أعدادنا دائماً نضع من هذا الجزء تقريباً بين خمسة وسبعة سنتيم لكن من هنا لدينا الحق نضعه لكي نضع هذا الشكل نضع هذا الشكل حتى الفوق يعني العمودي على الحزام بهذا الشكل العمودي على الحزام حتى الفوق سيصبح نقطة تقاطع وهذه النقطة تقاطع مهمة كثيراً وهذه النقطة تقاطع وهذه النقطة تقاطع يبقى لنا هذا الجزء حتى نصل هذا الجزء سوف نصل إلى الزحة الموضيل سوف نجد الزحة الموضيل الزحة الموضيل لتقاطع الزحة الموضيل الزحة الموضيل من هنا نضع سوف نضع الزحة الموضيل من هنا الزحة الموضيل من 30 إلى 15 سم ونضع الزحة الموضيل ونضع بهذه الطريقة الزحة الموضيل ونضع الزحة الموضيل الزحة الموضيل الزحة الموضيل ثم الزحة الموضيل ثم نضع نضع واحد واحد بهذه الطريقة من هذا الشكل هذا نضع هنا 12 سنتين الآن سنقوم بمساة التي سنحيد بها هذه الزيادة بما يتأثر الموديل من هنا إلى 12 سنتين ومن هنا إلى 15 سنتين هذه قاعدة عموما تطبقها 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 ويصبح لدينا هذا الشكل خرطة لذلك سنحيد الجزء الأمامي ونحيد الجزء الخلفي كما ترون لن نضع هذه البنسة لنضع هذه البنسة لديها دورها هذه البنسة هي طريقتها هذا هو الجزء الأمامي الجزء الأمامي هو هذا الجزء الأمامي هذا هو الجزء الأمامي نضع لكم بكل واحدة أخر لكي يبليكم بزيان لحظوا معي هذه الخطوات المهمة هذه بالنسبة للجزء الأمامي هذا هو الجزء الأمامي لحظوا معي طريقة هذا هو الجزء الأمامي هذا هو الجزء الأمامي بالنسبة للبلدي الجزء الأمامي دائماً سيكون أصغر من خلفه هذا هو الجزء الأمامي لاحظوا هنا إلى أسفل هنا ثم نضع لكم الجزء الأمامي هنا هناك تقاطع الأمامي مع هذا الخط الجديد هنا هنا وبالتالي سنقوم بها طريقة هذه أتبع الخط حتى النهاية هذا هو الجزء الأمامي ثم نضع لكم الجزء الخلفي الجزء الخلفي لاحظوا هنا 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 خلفي خلفي هنا نقطة التقاطع هنا مع الأخر نفس الخطوات نفس البلاسة نمشيه بهذا الجزء هذا ونقوم بها نقطة التقاطع هنا نفس الشيء الأمام سيكون لدينا جزءين والخلف سيكون لدينا جزءين الفرق فقط في نقطة التقاطع بالنسبة ل الخلف يبدأ من هنا إلى تحت و بالنسبة للأمام يبدأ من هنا إلى تحت من طبيعة الحال و نريكم الخطوات لكم لحظوا الطريقة السهلة والبساطة التي سنقوم بتقاطع الخرطة لدينا التي تكون صحيحة كيف أريدكم هذه الطريقة هذه فهذا هو الأمام وهذا الخلف دائما نقوم بتقاطع هذا الجزء الذي طالح هو الأمام سنقوم بتقاطع كوغصاج نقوم بتقاطع كوغصاج نقوم بتقاطع من أعلى نقطة و نقوم بتقاطع هذه الطريقة و أريدها لكم في طريقة رسم الكوغصاج سوف نقوم بتقاطع رابط أسفل الفيديو حتى النهاية و نقوم بتقاطع حتى النهاية حتى النهاية ثم سنقوم بتقاطع من طبيعة الحال سنقطع آخر كوغصاج مساحة سنهم من طبيعة الحال لاحظوا ولكن أهلا كل الأمام خلف أبقى لن تكون مركز توفيل خلف لن تشعر هذا أمام هذا أمام هذا الخلف يكونوا دائماً يعني فايقين بالنسبة لهذا الجزء هذا لاحظوا كيفاش غادين هيدون تخلصوا من البانسة دينا ثم هاكا حتى النهاية واخذين بعين الاعتبار باللي هذا الامام والخلف هم ملسقين مع بعضيتهم وما اللي غادين مكسلهم مع بعضيتهم ايضاً بعد النهاية ثم هاكا نجد هذه الأجزاء من طبيعة الحال نجدها بهذه الطريقة مع بعضيتها قدوا هذا دينا مقادة جيداً بالنسبة لهذا النسب إذا كانت مقادة جيداً ستخسر لنا حوالي 3 ثم نجد هاكا ونحيضوا هذه البانسة دينا ونقوم بها بهذه الطريقة لنضرق الكاميرا بهذه الطريقة هذه يعني هذه نصبتها هاكا نحن نخلص منها الآن هاكا ونكملوا ونقوم بها الأطراف كلها حتى النهاية من طبيعة الحال ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها هذه الطريقة سوف نقوم بها الأمام والخلف الأمام والخلف وهذه هم خرطاتنا التي سوف نضعها طريقة التي سوف نقوم بها لاحظوا الطريقة كيف نضع الكورساج سوف نقوم بها أولا التوبة متنية على أربعة حيث أننا سوف نقوم بها 1 سم سفيفة بالنسبة للجلبات المغربية من طبيعة الحال أو الطال المغربي أو القميس المغربي هنا بدون خياطة لاحظوا لنضع كورساج بهذه الطريقة فالخطة سوف نقوم بها ونقوم بها البعض والجلبات المغربية سوف نقوم بها ونقوم بها بالطريقة ونقوم بها من قومة التوبة يجب أن تكون محركة في هذه الطريقة لأنها نقوم بها لنقوم بها قومة التوبة ونقوم بها هذا الجزء هو الخرطة يجب أن يكون على أربعة و يجب أن يكون من هنا جهة الحردة بدون خياطة نضيفه بهذه الطريقة بدون خياطة على أربعة هذه هي الطريقة نضيفه الخرطة الغاجو مع الأمام و الخلف ثم تنفصل الأمام و تنخذ بعين الاعتبار بأن هذا هو الخلف يعني تنخذ قيمة للخياطة هنا و تنخذ بعين اعتبار بأن هذا هو الأمام نحن نفصل هذا في الأول تنفصل دائما القطعة الكبيرة ككل ثم تنقذ التوب تنحوذ الزائد نفس الشيء بالنسبة للأمام والخلب كيف يريدون في درس كيف يتفصل الكورساج للأمام والخلب نتمنى أن الشرح اليوم بالنسبة للغاجو أغندي يكون واضح وأنه إنال الرضا ديالكم والاستحسان ديالكم وأنكم تطبقوا إلى ورشات قادمة إن شاء الله أي طلب دعوه أسفل الفيديو ضمتم في حفظ الرحمن ورعايته السلام عليكم شكرا شكرا